السلام عليكم ازايكم واملين ايه يا رب تكونوا كويسين وتكونوا بخير النهاردة هنتكلم مع بعض عن توقعات برج الثور سنة 2021 هنتكلم عنه مهنيا وصحيا وكمان في حياته العاطفية والاستقرار وعن الجواز وعن كل ما يخص سنة 2021 هنتكلم فيها مع بعض بالتفاصيل وايه اللي هيحصل وايه اللي ممكن ما يحصل طيب اول حاجة في ده برج الثور سنة 2021 هتكون عندك سنة الفرصة وسنة التقدم وسنة النجاح وكمان هيكون عندك كل توقعاتك في سنة 2021 سنة الاعتراف بصفاتك واثبات هويتك وكمان التغلب على جميع العقبات اللي موجودة في حياتك وكمان الافكار السلبية اللي انت ممكن تبعد عنها صحيا اثبتت انه 2021 هتكون عندك بعض اللغبطة وبعض الكركبة صحيا ممكن تدخل في علاج في بعض الاشهر من نصف 2021 بس ان شاء الله باذن الله هتكون صحتك كويسة جدا مفيش اي حاجة تخوف بس انت هتدخل في شوية علاج وده هيكون امر طبيعي وان شاء الله خير حياتك المهنية برج السور انا شايف ان حياتك المهنية القواكب كلها هتدخل سنة 2021 وهتدعم حياتك المهنية هيكون عندك عمل كويس جدا وكمان عندك فرصة حلوة وكمان هيكون عندك وقت رائع ان انت تثبت نجاحك وتثبت اهدافك وكمان شايف انه عندك تقدم على وظيفة او تحسن في جميع مهماتك المهنية هيكون عندك الاستقرار المادي في الاشهر في نص 2021 هيكون عندك تقدم وكمان هيكون عندك الاستقرار المادي انت مميز بالتفكير في المستقبل وطموحاتك العالية وكمان عندك مشروعات هتدخل فيها وهتمضي وهتحسن من علاقاتك في المهنية مهنيا انا شايف انه سنة 2021 سنة التقدم عندك سنة النجاح سنة التفاؤل هتدخل في مشروع وكمان هتدخل في بعض التشتت في الافكار من ناحية المهنيا علشان خاطر انت بتفكر في المستقبل بشكل جيد جدا وبتعمل احساب بكرة فشايف مهنيا هيكون عندك نجاح هيكون عندك اثبات هتوصل لهدفك وكمان هتحقق طموحاتك بشكل كبير جدا جدا مهنيا بس بداش المشاريع اللي هي هتخليك تفكر بطريقة تشتت فكرك ابعد عنها واللي احسن اللي انت تخليك في الافكار اللي هي فيها منها مكسب ومنها نجاح في 2021 بالنسبة لحياتك العطفية والحب والاستقرار سنة 2021 هتكون سنة الكرقبة عندك سنة اللغبطة في حياتك العطفية بس انا شايفة ان انت هتبدأ اول اول ايام او اول اسبوع من 2021 ان انت هتحتفل بمناسبة حلوة مع شريك حياتك بمناسبة السنة الجديدة وكمان في شهر اثنين عندك عيد الحب هتحتفل به مع بعض الاصدقاء وبعض الاحبة بعد في خلال الاشهر النص من 2021 حياتك العطفية هتتقرقب وكمان شايفة ان حياتك العطفية ممكن تنسى الماضي كله وسنة 2021 هتتعرف على ناس جديدة وهتبدأ حياة جديدة وكمان شايفة ان الحب هيخبط على بابك بشكل لطيف وبطريقة لطيفة وكمان انت هتكون عندك استقبال لاي حاجة في الحياة وعلشان برج التور برج الثورة عنا كتير جدا من حياته العطفية ودايما كان بيحس بالوحدة ودايما كان بيحس بالاحباط الشديد علشان خاطر حياته العطفية كانت دايما متكرقبة غير كده انه هو في سنة 2020 او سنة 2019 هو خسر ناس لقلبه كان بيحبهم فانا شايفة انه سنة 2021 هيكون عندك ان شاء الله باذن الله حب حقيقي هيكون عندك انطلاقة جديدة في حياتك العطفية وكمان ان شاء الله باذن الله في الاستقرار بالنسبة للجواز من برج الثور 80% عندهم جواز في برج الثور هيكون عندك ان شاء الله باذن الله في خلال شهر 6 وشهر هي الاوقات المناسبة عندك هتبدأ من شهر 6 وخمسة وشهر 2 شهر 2 وخمسة وستة هيكون التلات اشهر دول هيكون عندك مناسبة حلوة جدا في خصوص الجواز او هيكون عندك في شهر 6 هيكون عندك انطلاقة حلوة جدا جدا ممكن تكون جواز او امضة كتابة او هيكون عندك دخول محكمة في خير لك فانا شايفة انه اتنين وشهر 5 وستة التلات شهر دول هيكون عندك فيهم اخبار حلوة وكمان هيكون عندك نجاح في دراستك او في حياتك التعليمية عندك نجاح في الحياة عموما عندك جواز عندك حب هيكون التلات اشهر دول فيهم اوقات مناسبة كتير جدا جدا علشان الكواكب كلها هتدعمك خلال التلات شهر دول هيكون عندك فيه تطور في حياتك وتغيير جزري في حياتك العاطفية والجواز والحب بالنسبة للاشهر اللي هي شهر واحد الشهر واحد هيكون عندك مفيش استقرار في بعض الافكار مش في الحياة عموما بس في بعض الافكار هيكون عندك مفيش استقرار هيكون تفكيرك مشتت في بعض القلق من ناحية حاجات معينة شهر اتنين هيكون عندك خبر حلم وكمان هيكون عيد الحب والاحتفال عندك وهيكون الامور عندك متزبطة على دماغك شهر تلاتة هيكون عندك امور كويسة جدا وفيها حظ ليك وكمان اخبار انت كنت منتظرها من فترة كبيرة شهر ستة شهر اربعة سوري هيكون شهر الاحتفالات وكمان شهر الخير ليك شهر خمسة هيكون الشهر اللي انت هتتخلص من العقبة اللي موجودة في حياتك ومن بعض القلق اللي هو دايماً بيشغل بالك ودايماً بيخلي حياتك بترجع الورا مع انها انت في تقدم ودايماً بتفكر في المستقبل شهر ستة هيكون شهر التمتع بالنجاح هيكون عندك نجاح وكمان هيكون عندك اخبار حلوة ولطيفة وكمان ممكن يكون عندك جواز زي ما قلنا قبل سابق شهر سبعة هيكون عندك تغيير في شكلك في مظهرك في عملك في حاجات كتيرة جداً هيكون عندك تغيير في شهر سبعة شهر تمانية عندك كشف حقيقة حد هيكلمك من الاهالي حد هيكلمك من احبابك حد هيكلمك قريب ليك او انت هتكتشف حقيقة كنت عايز تكتشفها مش حقيقة كدب بس هي حقيقة انت كنت عايز تعرفها او موضوع هتعرفه او حاجة معينة انت هتكتشفها شهر تسعة هيكون شهر المهنياً والتغيير هيكون عندك تغيير مهنياً وكمان هيكون عندك بعض الاخبار مهنياً ممكن تحصل على وظيفة وممكن يبقى عندك تقدم شهر عشر هيكون شهر مفاجأة هيكون عندك مفاجأة من شخص انت مكنتش تتوقعه شهر أحداشر هيكون عندك تقطع علاقة مع حد انت مكنتش عايز الموضوع من البداية او هتكتشف حاجة هيخليك تقطع العلاقة مع بعض الاشخاص او هتغير مكانك او سكنك شهر اتناشر هيكون عندك شوية مشاكل عندك صحياً او هيكون عندك شوية مشاكل في علاقتك العامة او في شغلك او في بعض الامور بس هتعدي على خير انا شايفة انه سنة 2021 هيكون عندك تقدم هيكون عندك نجاح هيكون عندك اخبار حلوة جدا وزي ما قلتلك الاوقات المناسبة عندك هيكون شهر اتنين وخمسة وستة الاشهر دول هيكون عندك تقدم في الحياة هيكون عندك خطوبة هيكون عندك جوازة هيكون عندك فرحة بعد 2021 هتكون على بعض الناس عندهم توتر في الحياة وممكن كمان يوصل الى انفصال في حياته الزوجية علشان شايفة الناس اللي ما يتجوزة عندهم مشاكل عطفية بشكل كبير جدا بس لو انتو تخليتوا او اعدتوا مع بعض وركنتوا افكاركم السلبية عن حياتكم الزوجية حياتك الزوجية هتتحسن بشكل كبير جدا وما هيكونش فيها اي عقبات وحياتك هتمشي زي ما انت عايز وكمان هتمشي الطريقة لطيفة اتمنى تكون التوقعات عجبتكم وما تنسوش تركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد شايفii تركوا في القناة وتشغلو